ثمانين في المئة من المواد المقلدة تمرر عبر القنوات التجارية غير الشرعية ومن بينها الأسواق الموازية أحصائيات كشفت عنها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين فانتعاش التجارة الفوضوية مؤخراً كانت من بين العوامل الرئيسية في تمريض هذه المواد منتجات مقلدة امروها عن طريق القنوات غير المراقبة غير رسمية وش هي السوق الموازية؟ نقاط البيع الفوضوية إذن وجود السوق الموازية عامل مشجع لتمرير المنتوجات المقلدة بحيث نحن نعتقد أن ثمانين في المئة من المنتوجات الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية تمرر عن طريق السوق الموازية والتجارة الفوضوية الظاهرة تكبد الخزينة العمومية خسائر من خلال الربح الضائع قدرت بحوالي أربعين مليار دينار ما بات يشكل خطراً حقيقياً على الاستثمار قد المقلدة تشكل خطر على الخزينة العمومية ما نساوش أن المواد المقلدة تشكل تقديرات هذه تقول كل السلع سوق المواد المقلدة في الجزائر يكبد خزينة دولة من خلال الربح الضائع لموكاغاني يتجاوز الربعين مليار دينار سنوياً الأمر الرابع أصبحت المواد المقلدة خطر أيضاً على الاستثمار لأن الكثير من المستثمرين سواء جزائريين أو أجانب يستثمر في القطاع يقول لك أنا ما نقدرش ندير مصنع وندير منتوج جيد بالمقاييس الدولية في حين أنك منتوجات مقلدة راه تنافسني نخسر الدولة الجزائرية سنوياً ما يفوق عن أربعين مليار دينار بسبب التقليد رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة في مكافحة استلاع المقلدة إلى أنها تبقى غير كافية أمام استفحال الظاهرة التي تتزايد كل سنة